السلام حمام الله عليك وسلم وقد آل للقلم أن يخطنا أرجته فيه الأنامر مما استفاد والفهم من سفاة هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائر وهنا حسن أن نبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآتار ليتشرف بكتابته القلم والفرطاس وتسنزم في حدائبه الأسنى والأبنى وقد ألغنا في الأحاديث المشعورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المدع في آله السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق ضرز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق في ما حدث وما تقاد صلى الله عليه وسلم وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر إن عبد الله الأنفار صلى الله عليه وسلم عنه قال قلت يا رسول الله بأبيه وأمه أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور صلى الله عليه وسلم وقد أخرج من حديث أبيه هريرا وقد أخرج ألقان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبي في الخلق وآخرهم في البعض صلى الله عليه وقد تعددت الرواية بأنه أول خلق وجود وأشرفهم مولود صلى الله عليه ولما كانت السعادة أبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية لكمال الحسوصية صلى الله عليه فاستودعت هذا النور المبين أسلاب ربطون من شرفت من العالمين فتنقل هذا نور من سرب آدم ونوه وإبراه وإبراه عيد حسنا حتى أوصلته يدعو القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله من عبد المطلب ذلك قدر العظيم صلى الله عليه وأنه التي هي في المحاوف آمنة السيدة السيدة الكريمة آمنة صلى الله عليه صلى الله عليه فتلقاه ثرب عبد الله فألقاه إلى متنيا وضمته أحشوها بمعاونة الله محافظة محافظة على حلقها في الدرة وسنها صلى الله عليه صلى الله عليه وحملته برعاية الله كما ورد عنا حملاً حفيفاً حفيفاً لا سجد له فقلاً ولا تشكو منه ألماً ولا علداً صلى الله عليه صلى الله عليه حتى ورد شهر بعد شهر من حمله وقرب رقد بروده إلى عالم الشهادة لتنبثت على أهل هذا العالم في قيوبة 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 فذره وتنسى الى آثار فجده صميم الله صلي وسلم الشرق الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا وعلى للرعوذ مرحيم الله صلي وسلم الله صلي وسلم